اهلا بحضرتكم ايام قليلة بتفصلنا عن عيد الفطر المبارك كل عام وحضرتكم بخير في هذا الصدد وفي اطار الاستعداد لعيد الفطر المبارك بتشهد محطة مصر بالقاهرة والاسكندرية اقبالا كبيرا من المواطنين على منافس زبايع تذاكر القطارات لرحلات عيد الفطر المبارك خاصة على خط القاهرة السوار وخط الصعيد ويتم الان الحجز على القطارات الاضافية والتي دفعت به هيئة السكة الحديد لتغطية الاقبال الكبير والمتزايد على حجز التذاكر كما ان هيئة السكة الحديد لم ترفع اسعار تذاكر الصفر ويتم بايعها بنفس السعر القديم ايضا دفعت السكة الحديد ب130 قطار على خط الصعيد وبدأ تشغيلها من الاحد السادس عشر من ابريل وتستمر حتى التاسع وعشرين من ابريل هذا لتغطية رحلات العيد ويتم الحجز على القطارات الاضافية قبل موعد الصفر بأربعين وعشرين ساعة وبحد اقصى اربع تذاكر على بطاقة الرقم القومي وبنفس اسعار تذاكر الصفر على القطارات العادية بتعمل هذه القطارات مع القطارات اليومية على نفس الخطوط والتي تم حجزها مسبقا في السياق ذاته اكدت هيئة السكة الحديد انه لن يسمق للمواطنين بحجز اكثر من اربع تذاكر في اليوم الواحد لرقم قومي واحد وذلك طبعا بالتأكيد للسيطرة على منع باية التذاكر في السوق السوداء وإتاحة فرص السفر للجميع بالأسعار الرسمية للتذاكر اكدت انه يتم تسجيل التذاكر التي يتم حجزها على النظام المركزي لهيئة السكة الحديد وكذلك حجز التذاكر لمعرفة من يستغل ذلك لبيع التذاكر خارج الهيئة اضافت هيئة السكة الحديد بانه يتم التنصيق مع شرطة النقل والمواصلات لضبط من يخالف القانون ويبيع التذاكر في السوق السوداء وطلبت المواطنين بالابلاغ عن اي شخص يقوم بباية التذاكر وبدوره وجه المهندس محمد عامل رئيس الهيئة برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك واتخاذ كافة السبل والاليات التي تكفل توفير الرحى والامان لجمهور المسافرين بالواجهين القبلي والبحرين وايضا تواجد قيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والاشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط ووجه رئيس الهيئة بزيادة منافس باية التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر بالاضافة الى تشديد الرقابة عليها وايضا هذا داخل صلاة الحجز والتنصيق مع شرطة النقل والمواصلات لاحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لاستيعاب الاعداد المتزيدة من الركاب خلال عطلة العيد مع الاستغلال الامسل لطاقات النقل المتاحة ايضا استمرار تكسيف عمال الصيانة وعدم السماح بخروج اي قطار من الورشة الى بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات بالاضافة الى التأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياه وايضا هذا قبل خروب القطارات الى السفرية على القطوط اوضحت الهيئة ايضا انه تم الدفع بفرق لصيانة القطارات الاضافية وتجهيزها وللدفع بها في ايام ازروة وكذلك صيانة دورية للقطارات التي يتم تشغيلها يوميا وانه يتم الحجز على القطارات الاضافية في نفس اليوم قبل العيد مباشرة اما عن اسعار التذاكر في هذا الاطار اكدت الهيئة ان اسعار التذاكر لن يتم بها اي تغيير ولن يحدث اي تغيير او زيادة في اسعار التذاكر كانت هذه ابرز التفاصيل بالنقل وايضا حركة القطارات واسعار التذاكر وموعيد الحجز خلال اجازة عيد الفطر المبارك شكرا لحضرتكم على المتابعة بكل عام وحضرتكم بخير الى اللقاء